أخيراً برضو حرب من الحروب اللي مصر بتحاربها دلوقتي هي الأزمة الاقتصادية اللي بنمر بيها تضمن الحروب السياسية اللي بتحصل حوالينا والأزمات اللي احنا بنمر بيها السياسية ولكن هناك برضو عندنا مشاكل اقتصادية كبيرة كده أكيد يعني إيه الحل أو حاليكم كده بتبص عن مشهد من بعيد أنا مش اقتصادي هل ممكن مثلاً بتشاور على حاجة معينة هل مثلاً أن القطاع الخاص يفتح بشكل أكبر أن يكون فيه حرية للقطاع الخاص ورجال الأعمال أنهم ما يشتغلوا بحرية أكبر هل فيه حاجة معينة بتشوفها ممكن أن هي تحل الأزمة الاقتصادية اللي احنا بنمر بيها ايه أنا عمسك الموضوع من الآخر احنا أصبحنا على مر يمكن 25 سنة شعب مستهلك بصفح بالزبط سواء غني أو فقير وهز شعب لقطة يعني مصر دي تعتبر لقطة للصين وللدول التانية ويصنعونيك حاجات تفهة رخيصة عشان السوق وكده فأنت بقى شعب مستهلك سفح وهزي أنا باعتبرها في قضيطين لعرقلة أي خير جاي المصر الاستهلاك السفح والإنجاب السفح أو زيارة العدل السكان زيارة العدل السكان بقت خطر مرعب تخيلي مصر النهاردة اللي انت بتتكلمي عليها دي إحنا خمسين مليون أو تلاتة واربعين مليون ما عرفش ليه قولت تلاتة واربعين مليون يعني عشان يمكن الجزائر تلاتة واربعين يعني أصدي ليه من لو تخيلي لا اقتصادك ده حيب عظيم إحنا مصر مرت بعرقيل كثيرة على مدار على الأقل على الأقل 25 سنة بس فيه ناس بتقولك أنه العدد الكبير ده ممكن يكون لو تحول للمنتجين وتحول لأيدي عاملة ما صبرك بالله أنا أبدالله حقول يعني جمال حمدان في شخصية مصر العالم العظيم شخصية مصر قال ده قال زيارة عدد السكان نعمة أم نقمة هي نعمة عندما كلما المعدلة كلما زاد عدد السكان زاد الإنتاج إنما لو كلما زاد عدد السكان خلى الإنتاج بقت مصيبة سودة وبقت نقمة يعني فإيه المطلوب للحاجتين دول أولاً الناس اللي هي بتتكلم عن الانتماء للوطن وتشجع البضايع المصرية هتحرج البضايع المصرية لأنها لازم تبقى منضبطة ولازم تبقى لتطفول نفسها علشان تنافس تنافس غيرها ثانياً لازم حل في مسألة زيارة عدد السكان بالترغيب مش الترهيب